صف الثالث الاعدادي اهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس التاريخ ان شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض عن الدرس التاني في الوحدة التانية وهو توزيع السكان في الوطن العرب النهاردة هنعرف في الدرس ده ايه اكتر مناطق في العالم بتركز فيها سكان وعدد السكان في العالم قد ايه ايه اكتر كرة وايه اقل كرة في عدد السكان والمناطق اللي بتركز فيها السكان وبيكل فيها السكان وايه اسباب التركز واسباب القلب ومن نتائج على توزيع السكان في العالم هنبدأ مع بعض هنعرف اول معلومة في درسنا النهاردة هو عدد سكان العالم بتقديرات عام الفين واربعتاشر بلغ عدد سكان العالم سبعة واتنين من عشرة مليار نسمة. بيعيشوا في ست كرات. اولى كرات العالم من حيث السكان هي كرة اسيا. وبيبلغ عدد السكان اللي بيعيشوا في كرة اسيا وقفا للتركز برضو سنة الفين واربعتاشر اربعة وثلاثة من عشرة مليار نسمة. واقل الكرات هي الكرة الاسترالية وكرة الايكيانوسية بتقدير عدد السكان فيها تسعة وتلاتين مليون نسم. القرة الوحيدة التي لا يوجد بها سكان وغير مأهولة هي القرة القطبية الجنوبية او قرة انتركاتيكا. وده بسبب تجمدها واقوحها في اقصى جنوب الكرة الارضية والبرد الشديد في تلك القرة. طب ايه المناطق اللي بتركز فيها السكان في العالم? تعال مع بعض الخريطة دي نشوف مع بعض في الخريطة دي اكتر المناطق اللي بتركز فيها السكان في العالم. يتركز السكان العالم في ثلاث مناطق هامة. الا وهي السهول الفيضية الخصبة وذلك لوفرة المياه العزبة والتربة الخصبة لقيام الزراعة. والمناطق الساحلية او السهول الساحلية وذلك بسبب المناخ المعتدل والعمل بالنشاط السياحي. المنطقة التالتة اللي بتركز فيها سكان الا وهي المدن الكبرى. وتقريبا كده اولاد حوالي نص سكان العالم بيعيشوا في تلك المدن الكبرى وخاصة المدن الصناعية. طب يتركزوا لي في المدن الكبرى يأتي زالج بسبب وفرة فرص العمل ووفرة الخدمات المتنوعة وارتفاع الاجور واخر حاجة وفرة المدن الصناعية التي يهاجر معظم سكان الريف اليها من اجل العمل فيه. هنبدأ نتكلم عن اول كرة من كرات العالم من حيث السكان بتاعتها وهي كرة اسيا. اولى الكرة. كرة اسيا هي اولى كرات العالم مساحة. اولى كرات العالم في السكان. حيث وصل عدد سكانها اربعة وثلاثة من عشرة مليار نسمة. اي حوالي بالنسبة لسكان العالم ستين في المية من سكان العالم. طب ليه نسبة كبيرة دي في كرة اسيا? قال لي لان في كرة اسيا يوجد اكبر دولتين في العالم من حيث عدد السكان. قال وهما الصين والهند. والصين والهند تعتبر هي اولى دول العالم في السكان عشان كده اسيا او كرة اسيا بتأخذ نسبة ستين في المية من سكان العالم. يتركز السكان في كرة اسيا في سلاس مناطق. السهولة الفيضية نظرا لوفرة المياه والتربة الخصبة. زي سهول نهر اليانجيتسي في الصين وسهول نهر الجانج في الهند. وطبعا احنا اخدنا نهري اليانجيتسي ونهر الجانج في درس التدريس المرتبط بكرة اسيا. كمان يتركز السكان في بعض الجزر خاصة التي تتميز بالتربة الخصبة. زي جزر اندونيسيا وخاصة جزيرة جاوة التي تعتبر هي اكثر مناطق العالم ازدحاما بالسكان. بيعيش فيها سكان كتير جدا. اللي جانب طبعا الجزر اليابانية وجزر الفيليببي. دول اكثر مناطق بيتركز فيهم السكان في كرة اسيا. بينما هناك مناطق يقل بها السكان في كرة اسيا. تعال مع بعض نجيب خريطة اسيا ونوضح عليها بالتفصيل الكلام ده. طبعا انا جايب لك هنا خريطة توضح الكسافة السكانية في كرة اسيا. اللون الاحمر الغامق ده يا ولد بيدل على اكثر المناطق ازدحاما بالسكان. ثم الفاتح منه شوية بيقلي في عدد السكان بس برضو بترتفع فيه كسافة السكان. حتى بتتدرج الالوان اللي لون الاصفر الفاتح خالص. وده بيدل على ان المنطقة دي فيها عدد سكان قليل. من الملاحظ كده هنلاقي ان اكثر سكان موجود في الصين. وفي الهند. وفي جزر اندونيسيا وجزر اليابان وجزر الفلبية. ده طبعا عشان السهول الفيضية الخصبة. وعشان الجزر زيت التربة الخصبة في تلك المناطق. طب تعالى كده بقى نشوف فكرة اسيا بيقل السكان فيه. يقل السكان في المناطق الشمالية اللي احنا كنا اسمناها بسهول سايبيريا الشمالية. وده علشان تلك المناطق تتميز بشدة البرودة فبيقل فيها عدد السكان. بيعيش فيها عدد سكان بسهولي. رقم اتنين. المنطقة الثانية اللي بيقل فيها السكان هي مناطق الصحاري مثل شبه جزيرة العربية. ومناطق الصحاري بيقل فيها موارد المياه. عشان كده السكان ما بيعدوش فيها. الرقم تلاتة وهي المنطقة الجبلية الوعرة اللي هي جبال الهيملايا وسلاسل الجبال الموجودة في وصف اسيا. ودي بسبب وعورة السطح. بسبب وعورة السطح. عشان كده بيقول لي يقل السكان في مناطق في قارة اسيا في كذا منطقة. وضح ذلك هقول له المناطق الشمالية ومناطق الجبال والهضاف في وسط القارة وخاصة جبال الهيملايا والتب. والمناطق الصحراوية مثل شبه الجزيرة العربية. طيب السكان في قارة اسيا نسبتهم كبيرة جدا ستين في المية من سكان العالم. نتجة عن هذا الارتفاع في السكان حدوث عدة مشكلات. الا وهي نقص الغذاء. كلة نصيب الفرض من الدخل القومي. انخفاض مستوى المعيشة. وكثرة الهجرات الغير شرعية للدول المتقدمة. وده سؤال مهم جدا وبيجي فيه امتحانات كتيرة. بيجي اسألك ويقولك من نتائج المترتبة على زيادة عدد السكان في معظم دول اسيا. هتقول له واحد نقص الغذاء. اتنين. كلة نصيب الفرض من الدخل القومي. تلاتة. انخفاض مستوى المعيشة. اربعة. كثرة الهجرات الغير شرعية. هنيجي بعد كده على القارة التانية. الى وهي قارة افريقيا. الذي يبلغ عدد السكان فيها ويصل الى واحد وواحد من عشرة مليار نسمة. وبيتوزعون كالقاتي. مناطق تركز بها السكان برضو سهول فايدية خصبة او سهول ساحلية او مدن صناعية. في قارة افريقيا بقى قال لي يتركز السكان في السهول الفايدية. مثل سهول نهر النيجر في نيجيريا. وسهول وادي نهر النيل في مصر والسودان. طبعا عشان التربة الخصبة والمياه العزبة. السهول الساحلية زات المناخ المعتدل. مثل سواحل البحر المتوسط في مصر ودول المغرب العربي. الى جانب سواحل دولة جنوب افريقيا وسواحل كينيا في الشرق. ده بيتركز فيها السكان. طبعا دي سهول ساحلية. علشان وفرت المناخ المعتدل الى جانب العمل بالنشاط السياحي. بعد كده المنطقة التالتة وهي بعض المناطق المرتفعة السطح في الدول المدارية. في الدول شديدة الحرارة. طيب بعض السكان بيتركزوا فوق الجبال في تلك المناطق. علشان ارتفاع السطح زي دولتين اوغندا وكينيا. علشان في القاعدة اللي احنا اخدناها قبل كده. كلما ارتفعنا مية وخمسين مترا تاكل درجة الحرارة. فبتبدأ المناخ يعتدل فوق فوق بعض المناطق المرتفعة. علشان كده بيتركز بعض من السكان في تلك المناطق. طب المناطق اللي بيكل فيها السكان. اول منطقة بيكل فيها السكان هي منطقة الغيابات الاستوائية. والغيابات الاستوائية دي منطقة مليئة. بالغيابات الكثيفة. بيئة طبيعية قاسية الى جانب انتشار الامراض. تعالوا مع بعض على خريطة افريقيا نشوف ازاي الانسان بيتركز او السكان بتتركز في المناطق المختلفة. نتكلم دلوقتي على المناطق اللي بيوجد فيها الغيابات الاستوائية اللي هي مناطق وسط القارة خاصة في الشرق. والمناطق دي بسوري. خاصة في الغرب. والمناطق دي بيكل فيها السكان نظر للغيابات الكثيفة والطبيعة القاسية الى جانب انتشار الامراض. طب المناطق التانية في المناطق الصحراوية. في المناطق الصحراوية زي الصحراء الكبرى. زي صحراء كالهاري. وده علشان الجفاف وقلة موارد المياه. اما المناطق التالتة وهي المناطق التي تتميز بالارتفاع مثل بعض السلاسل الجبلية زي جبال البحر الاحمر هنا في منطقة الشمال الشرقي. طبعا بيكل فيها السكان لوعورة السطح. طب عندي سؤال يا مستر من تحضرتك لسه ايل ان في بعض من السكان بيتمركزوا في دولتين اوغندا وكنيا فوق الجبال. تمام دي مناطق شديدة الحرارة فالسكان بتهرب من الحرارة الشديدة فوق تلك الجبال. ساعد على ذلك ان هما بدأوا يمهدوا بعض السفوح الجبلية هناك. علشان يقدروا يعيشوا فوق المرتفعات هنا. ولكن بصفة عامة المرتفعات لا تصلح لعيش الانسان لوعورة سطحه. لوعورة سطحه. بعد كده هنتكلم عن القارة التالتة الا وهي قارة اوروبا. قارة اوروبا. الذي يبلغ عدد سكانها سبعمية واحد واربعين مليون نسمة. اي مليون فرق. يتركز السكان في قارة اوروبا في دول غرب وسط اوروبا. زي بريطانيا والمانيا وفرنسا واسبانيا وهولندا. وذلك لانهم يعملون في المدن والمناطق الصناعية الكبر. زي مدينة لندن مدينة صناعية كبيرة. بريس مدينة صناعية كبيرة. زي اه بيرلين في المانيا مدينة صناعية كبيرة زي مدريد في اسبانيا مدينة صناعية كبيرة بدأ الانسان يتركز عشان يشتغلوا في المدن والمناطق الصناعية دي رقم اتنين في بعض من السهول الزراعية في السهل الاوروب العظيم هذه السهول تعتبر ارض خصبة جدا وبها مياه عزبة عشان كده بيعملوا بحرفة الزراع فبيتركز السكان في تلك المناطق طب ايه اكتر المناطق اللي بيكل فيها عدد السكان او تعتبر زات كثافة سكانية قليلة قال تعالى مع بعض على خريطة اوروبا نشوف تلك المناطق اولا شمال اوروبا يصعب الانسان العايش فيه عشان كده بيكل فيه السكان نظرا لشدة برودته الى جانب تجمله طيب المنطقة التانية اللي السكان بيكل فيه الا وهي المناطق الجبلية زي جبال القلب اللي موجودة ودي بيكل فيها عدد السكان برضو لعورة السطح يبقى عندي دول شمالية ودول التي تقع بجانب الجبال هنا بيكل فيهم عدد السكان نظرا للشمال في اوروبا شدة البرودة وفي الدول التي يمر بها الجبال او سلاسل جبلية وعورة السطح. عندي منطقة كمان هي المناطق الشرقية التي تتبر اقل تقدما من من مناطق غرب اوروبا فبيكل فيهم عدد السكان. يعني اقل تقدما مش نفس التقدم في غرب اوروبا. المناطق الشرقية دي اللي هي قريبة من جبال القرال التي تفصل ما بينها وما بين قارة اسيت. تلك المناطق بيكون فيها التقدم قليل. فيكلي فيها عدد السكان. ده بالنسبة لقارة اوروب. القارة اللي بعد كده هنتكلم فيها هي قارة امريكا الشمالية قارة امريكا الشمالية امريكا الشمالية يبلغ عدد سكانها نحو خمسمية اتنين وستين مليون نسمة بقسم الخمسمية اتنين وستين مليون نسمة كالاتي سبعة وخمسين في المية من سكان هذه القارة بيعيشون في الولايات المتحدة الامريكية سبعة وخمسين في المية بيعيشوا في الولايات المتحدة الامريكية. بعد كده واحد وعشرين في المية بيعيشوا في دولة المكسيك. في دولة المكسيك. وباقي النسبة المتبقية يعني حوالي تمانية وتلاتين في المية حوالي آآ تلاتة وتلاتين في المية بيعيشوا في باقي آآ دول قارة امريكا الشمالية. طب يتركز السكان فين? قال لي احنا هناخد تلات مناطق بيتركز فيه السكان. وخاصة تلات الدول. عندي دولة الولايات المتحدة الامريكية بيتركز فيها السكان في سلاس مناطق. في الساحل الشمالي الشرقي اللي هي فيها العاصمة الاقتصادية الكبيرة حيث مدينة نيويورك العظيمة. طبعا دي مدينة صناعية كبيرة فبتركز فيها السكان. رقم اتنين في الولايات الوسطى. والولايات الوسطى هنا المقصود بها الولايات التي يجري بها نهر. مشهور جدا خدناها في امريكا الشمالية وهو نهر الميسيسيبي حيث السهول العظيمة الى جانب منطقة البحيرات العظمى في تلك المنطقة. طبعا المنطقة او الولايات العظمى دي تتميز بلادي. عندهم موارد اقتصادية ضخمة جدا. وعندهم مدن صناعية جبيرة جدا. وعندهم سهول فايدية خصبة متوفرة عشان كده السكان بيتركزوا فيها. بينما في ناحية الغرب اللي يتركز السكان في الواد الاوسط وولاية كاليفورنيا. الواد الاوسط وولاية كاليفورنيا. بيتركز فيهم هناك السكان من اجل جودة المناطق الزراعية الى جانب وجود المدن الصناعية الكبرى. بشكل عام لما يجي يسألك ليه السكان بتركز في المناطق في الولايات المتحدة الامريكية على طول هتكتب بسبب افرة المدن الصناعية الكبرى لجانب الموارد الاقتصادية الضخمة لجانب السهول الزراعية الخصبة. ده بالنسبة للوقات المتحدة. بالنسبة للدول التانية مثل دولة المكسيك برضو السكان بتركز في المدن الصناعية الكبرى. زي المدينة عاصمة لدولة المكسيك وهي مدينة مكسيكو. مدينة مكسيكو. دي العاصمة اللي موجودة في دولة المكسيك. بتركز فيها عدد كبير من السكان. بالنسبة لدولة كندا وديت دولة التالتة اللي بتركز فيها السكان برضو السكان بيتركزوا فيها بسبب وجود المدن القبرى اللي هي المناطق الصناعية العظيمة والاراضي الزراعية الخصبة زي مدينة مونتريال زي مدينة مونتريال ده بالنسبة للمناطق اللي بتركز فيها السكان في كارة امريكا الشمالية طب بالنسبة للمناطق بقى التي يكل فيها السكان مع بعض هنشوف خريطة تفصيلية لكارة امريكا الشمالية هنلاحظ ادي المناطق اللي بتركز فيها السكان نسبة الى وفرة المدن الصناعية الكبرى والموارات الاقتصادية الضخمة في شمال قارة امريكا الشمالية هنا بيقل عدد السكان بسبب تجمدها وخاصة شمال كندا ودول البرزخ الامريكي او بيسموها دول امريكا الوسطى اللي هي المنطقة الصغيرة الرفيعة دي ما بين الامريكتين وده بيقل فيها عدد السكان مثل دولة الهندوراس وكستريكا مثل دولة الهندوراس وكستريكا ده بيقل فيها عدد السكان بالنسبة لقارة امريكا الشمالية طيب تعال نشوف القارة اللي بعدها وهي قارة امريكا الجنوبية قارة امريكا الجنوبية وده عدد سكانها وصل الى ربعمية وعشرة مليون فرنة او مليون نسمة وبرضه بقسمهم كلقاتي نص السكان بيعيشوا في دولة وهناك بعض الدول بيزيد عدد سكانها عن 40 مليون وهناك بعض الدول بيقل سكانها عن المليون طيب تعال نشوف مع بعض بيعيشوا في النص السكان قال لي 50% من سكان هذه القارة يعيشونها في دولة البرازيل وده اكبر دولة مساحة في قارة امريكا الجنوبية ثانيا هناك بعض الدول اللي بيزيد فيها عدد السكان عن 40 مليون زي دولة الارجنتين زي دولة الارجنتين رقم ثلاثة هناك بعض الدول اللي بيقل عدد سكانها عن المليون يعني ما بحصلش مليون زي المدينة جويانا وسورينام المناطق اللي بتركز بقى بقى اولاد بقى السكان اللي بيتركزون في السهول الفيضية زي سهل الارونوكو وده اللي احنا اخدناه في قارة امريكا الجنوبية في درس التدريس وخاصة ان هذا النهر يقع في دولة مشهورة جدا في امريكا الجنوبية تسمى دولة فينزويلا فينزويلا الى جانب بعض السهول السياحلية في دولة البرازيل وده سهول بيعتمد فيها سكان البرازيل على المناخ المعتدل والمناطق السياحية اللي موجودة عندهم عشان كده بيرتفع بيها بعض السكان بيرتفع بيها بعض السكان نأتي على اخر منطقة وهي سهول لبلاتا او الاسم الاخر لها سهول البنباس بالدولة الارجنتين وده سهول فايدية برضو السكان بيعيشوا فيها نسبة الى وفرة الاراضي الخصبة طب ده بالنسبة للمناطق اللي بتركز فيها السكان بالنسبة بقى للمناطق اللي بيكل بها عدد السكان اللي يكل عدد السكان زي ما هنشوف دلوقتي في قارة امريكا الجنوبية في سهول نهر الامازون سهول نهر الامازون ودي سهول تعتبر سهول تقع في الاقليم الاستوائي فبتظهر فيها الغابات الاستوائية والمناطق الاستوائية هناك عشان كده بيكل فيها عدد السكان نسبة او بسبب الغابات الاستوائية اللي موجودة فيها ده رقم واحد وانتشار الامرات في تلك المناطق تاني منطقة بيكل فيها عدد السكان وهي المناطق الجبلية في غرب القرة وخاصة جبال الانديز وخاصة جبال الانديز ودي بيكل فيها عدد السكان علشان وعورة السطح وعورة السطح اخر منطقة وهي منطقة الجنوب حيث هضبت باتاجونيا والمنطقة دي اللي هي فوق الهضبة منطقة زي تمساحة صغيرة فبيكل فيها عدد السكان بيكل فيها عدد السكان ده بالنسبة لقارة امريكا الجنوبية تعالي نشوف اخر قارة الى وهي قارة استراليا اصغر قرات العالم مساحة واصغر قرات العالم من حيث عدد السكان اللي بلغ عدد سكان قارة استراليا حوالي 39 مليون فرد 39 مليون فرد بيقسموا كالآتي 60% بيعيشوا في دولة استراليا و11% بيعيشوا في دولة نيوزيلندا والباقي ينتشرون في الجزر المحيطة مثل جزر تاسمانيا سولومون فيجي وغيرها من الجزر المشهورة حول هذه القرن المناطق اللي بتركز فيها السكان تعال نشوفها على الخريطة والمناطق اللي بيكل فيها السكان تعال نشوفها برضو على الخريطة المناطق اللي بتركز فيها السكان في منطقة الشرق حيث المدن الصناعية الكبرى وفي منطقة جنوب شرق جنوب شرق حيث السهولة الفيضية طبعا في منطقة الشرق هنا توجد المدن الصناعية الكبرى زي مدينة سيدني تعتبر من اشهر مدن قارة او دولة استرالي بينما السهول الفيضية اللي موجودة في جنوب شرق ودي موجود سهول فيضية عشان فيه نهرين هنا مهمين جدا وهو نهرين ميريو دارلين اللي احنا اخدناهم قبل كده بيصبوا في الخليج الاسترالي الكبير دي اكتر المناطق اللي بتركز فيها السكان طيب دي كل السكان في المناطق الاتية في المناطق الشمالية في المناطق الشمالية حيث الغابات الموسمية حيث الغابات الموسمية في المناطق الشمالية حيث الغابات الموسمية طيب في المناطق الغربية والوسط حيث المناطق الصحراوية اللي هي بسموها السهول الصحراوية والسهول الصحراوية في قارة استراليا او في المناطق الغربية والوسط في قارة استراليا في السهول الصحراوية دي اولاد بتتميز بكلة المياه فعشان كده السكان ما بيعدوش فيها كتير. يبقى دي المناطق اللي بتتميز بكلة عدد السكان الا وهي مناطق الغرب والوسط الى جانب مناطق الشمال علشان حشاش السافانة والغابات الموسمية. وكده يكون خلصنا درسنا النهاردة اللي بتكلم عن توزيع السكان في العالم. شكرا وإلى اللقاء في درس جديد ان شاء الله هنشوفه مع بعض الا وهو اخر درس في الجغرافية هنتكلم عن خصاص السكان في العالم.